الطلبة الثانية أيها السيد اعطنا قلبا نقيا نتذكر به إحساناتك إلينا لأننا ونحن أعداء صالحنا أرضينا صيرتنا سمائيين مائتينا فادعوتنا إلى الحياة بني الظلمة فصيرتنا بني النور عبيدا للخطية فحررت عبوديتنا مساكينا فأعمتنا ضلين فأوجدتنا ممقوطين فأحببتنا مظلومين فزكيتنا مرحومين فرحمتنا خاطئين فخلصتنا طرابا ورمادا فصيرتنا بني الله ووارثينا لغنى السماوات هذه كلها وهبتها لنا أيها الرب الرحوم فبماذا نكافئ عظمتك يا ابن الله المبارك نور الحق وشعاع المحبة الجالس في يمين العظمة الغير المدرك الذي لا يفحص يا فخر والسرور الذين يحبونك أيها المبارك خلصني أنا الخاطئ فإن الفاعل المتعب يطلب أجرته أما أنا فليس لي عمل ولا تعب أطلب عنه أجرة بل بالحري أطلب أن لا تجازيني على شر أعمالي وكسلي بل هبني نعمتك وترائف علي بتحننك ولا ترد وجهك عن طلبة ولا تنظر إلى كثرة خطاياي بل انظر إلى عظم رحمتك فإنك أنت المبارك إلى أبد الدهور آمين اشفني يا رب فأتذوق طعم الحياة وأتنسم حياة الرضا في عشرتك أنت الطبيب وحدك الحكيم والعارف بصعوبة أمراضنا أتوسل إلى صلاحك اشفي جراحات نفسي وأضئ عيني ذهني لأتأمل تدابيرك وحكمتك التي تقدمها لنا كل حين وإن كان قد أصاب قلبي ظلمة الجهل فالتنيره أنت بنعمتك وتملحه بملح الحياة أيها الفاحص بقدرته الغير محدودة خفايا القلوب ومكامنا الكلا أنت تعرف حقا كيف أجدبت نفسي وكيف صرت إلى جفاف نفسي ضمأ إليك فجد علي بقطرات من نهر ماء الحياة الذي اغتزنته لمحبيك لأنك تسقينا حتى الشبع وكما سمعت لي كل حين اسمع لي الآن ولا تعرض يا رب عن وسيلتي فإني مزبي الذهن وفاقد الإدراك ولا أعرف شيئا سوى أني أتذلل أن تهبني خلاصا يا مخلص الكلي فمنذ الآن أنا منتظر نعمتك سريعا أنا منتظر حلولك فيه لإغاثة نفسي لإغاثة نفسي أجتهي أن أجبع منك ولكن من الذي يستطيع أن يقول أنه يمكن أن يجبع منك لأنه كلما نشرب من ماء الحياة نقبل إليك أكثر وكلما نستنير بنور الحق نسير في النور لنطلب مصدره يا مصدر الخيرات والبركات والنعم يا مصدر النور والحياة إليك نقبل ومن عندك لا نريد أن نخرج إن قطرة واحدة من حبك كافية لكي ما تشعل في قلبي لهيب حب يضطرم إلى الأبد إن حبك يا سيدي يسر في قلبي كما تسر النور في الحطب فيأكل من قلبي كل خبيث ويحرق كل نجاسة إذن فاعطني يا سيدي بسماحة وبلا كيل حسب وعدك كما يليق بعطية إله لإنسان وأب حنون لابن مسكين وإن كنت وغدرت وخالفت ولا زلت أخالف فأنا فارغ فملأني كما ملأت أجران الماء من خمر الحياة وأنا جائع فاجبعني كما أجبعت خمسة الآلاف من خبز البركة يا من قبلت فلسي الأرملة اقبل شحيحة البطي وسؤالي فهي كل ما يمكن أن أقدمه إليك لأصير بنعمتك هيكلا لك فتسكن فيي وتستريح معي فتعلمني كيف أرضيك وأبتهج بك املأني سرورا فينضبط ذهني بنور المعرفة فلا أضل وأخطئ إليك وأخرج مطرودا من ذلك النور نعم استمع يا رب واستجب جاهل أنا فهبني حكمة من لدنك مطرود فحصني مع جملة منتخبيك وجماعة الذين أرضوك المبتهجين معك كل حين بصلواتهم أنا أستشفع إليك وبطلباتهم عني أتضرع نحوك لكي يكون لي أنا الصغير والحقير بينهم نصيبا في مجد أقدمه لك وتزبيح لا يهدأ لساني من رفعه إليك أنا قلت يا رب افتح فمي مع قلبي فاملأهما بنعمتك لكي أسبح بمجدك فإن كان الهواء يمرق متباهيا والطير يخطر معجبا بنغماته فهذا من قبل مجد حكمتك التي خلقت فأبدعت وإن كانت الأرض تزهو بحلة الأزهار الرائعة فهذا لم تنسجه يد بشر ولكنها أصابعك يا رب الجمال وإن كان البحر يزهو بامتلائه لخير السائرين عليه فليس من كف نصب فيه ولكنها عناية السماء يا رب البركة وإن كانت الأرض أخرجت زرعا فما الزرع بمستطيع من ذاته أن يخرج الثمر ولكنه افتقاد خيراتك أمطر يا رب على قلبي من بركتك فينمو زرع الفضيلة في قلبي وتعهده بالمراحم ليخرج ثمر البر برحمتك وكما تزدان أعشاب الحقل بجمال الزهري زي النفس الموحشة بأزهار الطاعة والتواضع والمحبة والصبر وماذا أقول وقد أعجزني القول ها هي صلاتي ضعيفة أقدمها أمامي ومن خلفي أجر ثقل آثامي الويل لي أنا الخاطئ الكسلان المتواني الذي وصلت إلى مثل هذه السيرة الرضية ها إخواني قد تزينوا بالفضائل ويتقون الله بالحقيقة وأنا عار منها أندم أمس على ما فرط مني وأكمل اليوم أقبح منها وهب الرب لي حياة وعافية ولكن بدل أن أمجده بهما أخطئ إليه فحتى متى أتوان وإلى متى أتهاون وكيف لا أعرف ضعفي وإلى متى أقاوم الذي خلقني أطعت الشيطان وشهواته الدنسة ولا زلت أمارسها لأنه خدعني بحيله المتنوعة حتى ظلم ذهني بالأفكار الدنسة وألقاني في حمأة الإثم إلى من أشتكي من ذا الذي يرضى ليبكي علي أنا الشقي عدوي أوقفني مجردا بسبب توانية وكسلي ملأ بطني شهوة وسد عيني بالنوم حتى جعلني غريبا عن القناعة غريبا عن الصهر والصلاة غرس في قلبي محبة الفضة حتى ألهاني عن نفسي فجفت دموعي وغلظ قلبي وتحايل علي حتى فصلني عن الطاعة التي بالمسيح وجعلني بطالا حسودا معاتبا نماما منافقا محبا للغفلة أخف عني الخشبة الطويلة التي في عيني وكشف لي عن القذى الصغير الذي في عيون الناس حتى صرت بارا أمام نفسي وصار كل الناس أمامي مدانين يشير علي أن أخفي أفكار قلبي وإذا سقط أخي في هفوة يحركني لألومه وأفضحه ويجعلني أنسى كل شيء وأتذكرها دربني كل يوم كيف أكون غضوبا متكبرا شارها محبا لللزة أجبع وأسكر منها وأنا عالم بنجاستها وعقابها خسارة نفسي جعلها عندي فوائد صيرني مهذارا رديا أتنزه في القراءة والترتيل بلا خشوع أو ورع فأتعاجب بصوتي وأتمايل برأسي حتى إني أصلي وما أعرف ماذا أقول مرارا كثيرة وعزت من رجال قديسين وكنت دائما أخالف مشورتهم وأقاوم نصيحتهم وأتذمر وأتضرر من تعليمهم وأقبل أقوالهم كإنها وخزات ويحي متى أرجع إلى ذاتي وعلى من أعتمد بعد أن أغضبت إلهي الذي خلقني وإلى متى أنصرف في هذه الشرور وأنكر نعمة من سطرني ويسترني برحمته كل يوم أعطني قوة يا رب أهرب بها من عدوي الذي سباني وحلني من ربط أعماله الرضية التي انغرست في نفسي فإنه كذاب وأب الكذاب وهو قتال للناس منذ البد لا يشفق على من يطيعه بل يسرقه إلى الهلاك ليتني إذن ألتصق بالله لأنه متعطف على البشر وأقبل إلى طريق الخلاص وأتوكل على من خلقني فما أيأس من خلاصي لأنه جزيل التحن فائق في صلاحه إن كان العدو جرحني فأنت يا رب تشفي جراحاتي برأفتك وتنتشلني من يديه لألا يجعلني مأكلا للنار والدود أسجد الآن بين يديك يا رب القوة والمجد معترفا بخطاياي فإن رأفتك جزيلة وهاء أنا لا مانع أمامي يمنعني من المثول بين يديك ولا بواب يصدني عن الدخول إليك إذ إنك في كل وقت مترقب من يقبل إليك لتقوم إليه لأنك محب للناس عالم ما في ضمير التائب إليك قبل أن يفتح فمه وحال خروج الكلمة يصير كل شيء جديدا لأنك قادر على كل شيء بكلمتك نهض المقعد وحمل فراشه وذهب إلى حال سبيله وبالكلمة أيضا صار الأبرس معافى لوقته ولعاذر الميت الذي نتن جسده قد فاح بعد أربعة أيام قام مهرولا من القبر وترك عالم الموت ليحيا من جديد بين الأحياء وذلك لما سمع صوتك الرهيب يناديه وهو في أعماق الهاوية أما الخاطئة فصارت بارة بكلمة فيك حينما قلت أنا لا أدينك فأيها الرب الحنون الضابط الكلي قد أخطأت في السماء وقدامك ولست مستحقا أن ألفظ اسمك المبارك القدوس بشفتي الدنستين أسأل وأتضرع أن لا تطرحني عن وجهك ولا تبتعد عني لألا أهلك فلولا أن يديك سطرتاني لهلكت حينئذ في مذلتي ولصرت مثل الرماد الذي تذريه الريح فلا يوجد ها إني منذ تركت طريقك عني لم يلقاني يوم صالح والآن أنا أترجى وجهك الكريم أن تعينني وتؤيدني لا أهتم بخلاصي وأعود إلى الطريق والحق فأحيا استرني يا رب لأن سيرتي صارت فضيحة وعار وبدت ثروة نعمتك ولكن أنا واثق أنك طويل الأنات وتصبر على جهالتي كما رحمت الزانية والعشار واللص هؤلاء كانوا قد يائسوا من كل شيء ولكن إذ جملتهم برحمتك تجددت حياتهم واكتسبوا الوعد بالميراث العتيد اقبل توبتي أنا العبد العاطل فإني قد يائست من نفسي ومن الكل ولم يبقى من أعتمد عليه سواك لأنك شجعتنا نحن معشر الخطاء إنك لم تجيء إلى أبرار بل إلى خطاط محتاجين إلى التوبة وصرت مرشدا ومقوما للضالين فمنحني أنا الخاطئ أن أكمل سيرتي بغير مذمة فيكون لي نصيب مع الذين وعدتهم بالجلوس عن يمينك أيها الحاكم العادل المرهوب لأنه بك يليق المجد والعز والسلطان والسجود في كل أوان أيها الآب مع الإبن والروح القدس إلى أبد الظهور وإنني أكترئ بفم هذا الدنس الخاطئ أتوسل إليك أيها القدوس الطاهر أن تنقي قلبي الخبيث اقبل إليك تنهداتي فإني أعبر لك بها عن ضعفي وعجزي وقد أوقعني عدو الماكر في دراسة الأفكار الخبيثة حتى إني صرت خجلا أن أرفع عيني نحو السماء لأن الخزي والعار قد شملني من جهة نجاسة قلبي فأتدرع إليك أن ترثي لمذلتي وبقوة تحننك اترد من مخيلتي ومن قلبي كل فكر لا يرضي صلاحك يا محب البشر واعتقني من نصيب الموت واكتب لي حياة عندك في موضع النوري مع المتدعين وكللني يا رب بدهجة الخلاص الصادقي الدائم إلى الأبد آمين